اشتركوا في القناة الكثير وإن شاء الله كلنا في حب مصر نعمل وكلنا في حب مصر ننتج بإذن الله رؤية مرورية سريعة في ضوء ما أعلنته الإدارات المرورية من تقارير بنقول في حادث تصادم كبر أكتوبر مسجد النور للقادم من مناطق الجيزة في اتجاهتنا إلى مناطق القاهرة ممكن مع كبر أكتوبر نقض المسطح الأرضي ومباشرة ونكمل مع كبر أحمد سعيد ومناطق العباسية ومناطق القاهرة بشكل عام فيه سيارة نقل برضو انقلاب سيارة نقل انقلبت عند المنصة للقادم مناطق كبر أكتوبر وطول النصر في اتجاهتنا إلى مناطق مدينة نصر كبر أكتوبر زحام مروري في الاتجاهين عشان كده احنا بنأكل لو كملت رحلتك مع صلاح سالم نفق سالات الأزهر كبر أصر النيل والجلاء أو كبر 15 مايو أو أي من المحاول الأخرى على طول مع صلاح سالم وصلاح سالم يغدك لكبر عباس ومباشرة إلى مناطق الجيزة عشان لخافف الأعباء عن كبر 6 أكتوبر وحيبقى فيه زحمة في مناطق الأصل العيني وكسفات عليها في الحركة المرورية مناطق المانيال ومناطق كورنيش النيل ومناطق صلاح سالم كلها برضو دي حتكون برضو بدائل لحين الانتهاء من كافة الكسفات والضغوط المرورية في مناطق الأصل العيني في اتجاه مناطق وسط العاصمة ومناطق ميدان التحرير برضو بنأكد على الكسفات الموجودة في مناطق كورنيش النيل ونحن جئين من محافظات الوجه البحر في اتجاهتنا إلى مناطق كورنيش ومناطق وسط العاصمة كسفات وضغوط عالية بالاقتراب من مناطق كبر الساحل. وإحنا متجهين على طول إلى مناطق نفق إمبابا. وإحنا متجهين على طول إلى مناطق التلفزيون ومناطق بازبيرو. عشان كده برضو بنأكد مع حضراتكم ونقول إن أحمد حلمي حيكون بديل لحركة المرورية القادمة من محافظات الواجه البحر. نتمنى إن شاء الله يوم يكون يوم سعيد بإذن الله ويكون المعاناة المرورية تكون يعني إلى حد ما كويسة. بحيث أننا المأساة والمعاناة المرورية اليومية. إحنا بنحاول من خلال الخبراء والمتخصصين بأننا نجد الحلول الإجابية للخروج من كافة المشاكل المرورية. عشان كده النهاردة بيساعدنا وبيشرفنا يكون موجود معنا السيد الدكتور خالد عبد العظيم. الخبير الدولي لتقطية النقل وهندسة المرور ومدير المحهد القومي للنقل. الحمد لله على السلامة. حضرتك كنت جاي منين وأخبار المرور إيه وانت جاي؟ النهاردة كنت جاي من مصر الجديدة ومرورا بالشريعة الخليفة المأمون قدام الجامعة. خليفة المأمون. كده ربنا سطر. خدتش بقى العروبة. ما خدتش الناصر. لا 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 الحمد لله. هو طبعا في جميع الأحوال حتى مروريا أقصر الطرق حتى لو عليز دحام في مدينة زي مدينة القاهرة بيكون الأفضل. وده يمكن فكر مختلف في البيهيفور في السلوكيات بتاعت السائق. يعني ممكن جدا النساء يقول لك أنا مش عايزة أقف خالص. المهم أنك أنت أن أنا مقافش في أشهرات مرورية. ولكن أمشي في الطريق الأطول. لكن هو أثبتت التجارب في المدن المختنقة في جميع المحاور بتاعتها. أنك أنت لو مشيت في الطريق الأقصر المباشر حتى لو حصل فيه شوية اختناقات. هتصل برضو أسرع من الطريق الطويل. الخليفة المأمون لحضرتك ده. الحمد لله. وإلا ما كنتش أعرفت أجيلكم. الحمد لله على السلام يا دكتور. يعني تعليقها كي على الشارع المصري بشكل عام. وهموم الشارع المصري مع المشاكل المرورية. هو طبعا نحن بس خلينا نرجع الورق شوية. المشاكل المرورية في كل مدن العالم موجودة. مفيش مدينة من مدن العالم مفيش مشاكل مرورية. ولكن المخططين بتوعناقلوا مهندسين المرور دورهم الرئيسي هو في التخفيف من حدة المشاكل دي. يعني احنا برضو عايزين نقول حاجة عشان المواطن المصري يبقى متفاهم ونبقى صرحاء. مشكلة المرور أو مشاكل المرور ما هيش مشكلة تحل حلول جزرية. هي مشكلة يخفف من حدتها بأخبر قدر ممكن. وهذا هو الكلام المتبع في كل مدن العالم. فعشان ما نبقاش توقعاتنا مش بنتكلم عن التوقعات في مصر. توقعات العلمية يعني. ما تبقاش توقعاتنا دي حاجة بتتحل. يعني هصحة في يوم الأيام في الأجيال القادمة هيصح الصبح إلى المشكلة المرورية تتحلت. لا. المشكلة المرورية يخفف من حدتها. ما نبقى أننا سنين يا دكتور في المشكلة دي. ما ها. ما ها. موضوع الملف المولي مش مفتوح في الوقت بس. مشكلة متفاقمة. يعني أنت فيه فرق بأنك أنت النهاردة تكون مريض وقدر تمشي على رجليك. وفيه فرق بأنك مريض ومقعد ومش قادر تمشي خالص. ما هو مريض والعلاج مش نافع. طيب. خلينا نتكلم على العلاك. فهو الفكرة الرئيسية أن المشكلة المرورية كمان ما كانتش على الأجندة السياسية بالطريقة الفعلية في الكامس سنة الأخرانين. الحقيقة يعني وده مش مجاملة ولا أي حاجة. بغض النظر عن فكرة الميت يوم وفكرة الواحد وعشرين نقطة اللي فيهم في المرور. نسيك دي على جنب مش نتكلم فيها. ولكن فكرة أن رئيس جمهورية ييجي ويقول لك أنا مخترت خمس حاجات ومن ضمنهم المرور. بالنسبة لي أنا كرجل متخصص وبحب مصر ودي بلدي. وسفرتي كتير ورجعت. دي حاجة بالنسبة لي إضافة جديدة. إن أنا أسمع أن النهاردة واحدة من المشاكل الرئيسية على أجندة رئيس منتخب بعد ثورة يقول لك المرور أول من الحاجات اللي أنا عايز أطرقها. قصة بقى أن هو يطرقها في مئة يوم وينجح فيها وينجحش ليه قصة جانبية. عايزين يتكلم فيها لتكلم فيها. إحساس بهموم المواطن المصر ده شيء جميل. بالضبط. هي دي في حد ذات الخطوة. بدليل أن وجودي مع حضرتك دلوقتي. ده ناتج من هذا الموضوع. أنت عملت دلوقتي نوع من أنواع التفاعل المجتمعي لحل هذه المشاكل. الخبراء بيتكلموا. المؤتمرات بتعقد الندوات بتتعامل. الأحديث الإعلامية بتتعامل. الباحثين بيحاولوا يبحثوا في هذا الموضوع. رجال شرطة المرور بيتدوا ينزلوا مهتمين بهذا الموضوع مرة أخرى. فإذا أنت النهاردة بدأت. بدأت. ولكن أنا عايز أقوله في منتهى الصراحة أن البداية دي مستمرة كتير. وقت طويل قوي على بالمناصر لمرحلة أننا نقول أننا خففنا من حد مشاكل المرور. أو مرحلة الخروج من مشاكل المرور إلى حلول إيجابية. بالضبط. هي هتاخد وقت؟ طبعا هتاخد وقت طويل. لأن يمكن كنا نتكلمنا مع سيادتك قبل كده أن أساسا في أربع استراتيجيات رئيسية لحل مشاكل المرور. ببساطة شديدة هي مشكلة المرور. مشكلة المرور أنك عندك شبكة أو شبكة الطرق دي ليها طاقة استعبية. يعني طاقة استعبية. زي الكباية بالضبط. أنت الكباية ليها طاقة استعبية. لو عادت تصب فيها مياه لغايت ما توصل لآخر تقا استعبية. نعندنا برميل محطوط في كباية. بالضبط. المياه هتنزل لبرا. بشكد؟ بالضبط. فأنت عبارة عن عربيات ماشية في طرق. العربيات دي هي المياه والطرق دي هي الكباية. العربيات أكثر من استعاب الطرق. فبالتالي بيحصل أن وقت الزروة بيمتد. أصبحت الزروة دي هي. مش ساعة واحدة في الصباح. زي ما كل البلاد الدنيا موجودة فيها ومدن الدنيا. ولكن أصبحت ساعات الصباح والمساء كلها زروة. لأنها التاقة مش قادرة تستوعب. فبتركن. فلي بيتركن ده بيتركن لمدى زمني تاني. وهلو ما جرى. فالحلولة أو الاستراتيجيات للحل المتبعة في كل مدن العالم أربع استراتيجيات رئيسية. تبس أزن حضرتك. قبل أن نخش في الحلول. وقبل أن نغرأ في بحر المرور. نروح مع بعض فاصل ونشوف مع بعض تقرير. ونرجع لحضرتكم تاني. مأساة مرورية جديدة في شوارع القاهرة. يعيشها المواطن المصري كل يوم. المرور محل كسر. أين الجديد؟ ولا واحد في المية ولا تحلت واحد في المية. أول حاجة قدام حضرتك هنا كده دي محطة البحوث. وخبالك هو المرور الزباط نفسهم خايفين من المتوع المقرباز. أنا طالما أخايف منه أوفر له برضو موقف كويس. ما عملوش الموقف في الملف. وخبالك حضرتك. ويجي يفتح لي الحيطة دي الجنب اللي هو عيدل دوة. اتجاه فصل. يتفتح هنا. يتفتح هنا. أطلع من المنيب عشان أجي نقوة بأخد ساعتين. يعني مركب المتر في عشر ده بيوصلني من المنيب لغاية. إنه أخد من هنا عشان أروح أرض اللوة. ممكن أخد في العربية الساعة عشان خطر المرور. وأزمة المرور. مشكلة المرور هي مش مشكلة راجل أمن فقط. لكن بالتكلم على سلوكيات الفرد. لازم أن المواطن بردو يبقى عنده نعمل إيجابية. لو إحنا بصينا كده. هنلاقي إن المواطن نفسه صاحب أو قائد السيارة. بيركن في حارة جانبية. تمام؟ بيخالف التعليمات. فإذن هي مشكلة السلوك بردو رقم واحد. بإضافة إن الرجل الأمن من فترة طويلة. تمام ما كنا شايفين له تواجد. لازم أن الحكومة توقف ترخيص على العربيات حاليا للسيارات. ده حل من حلول اللي نها شايفه يعني. ما ينفعش كل العربيات كل الشارع دايقة والعربيات بتقتر. لإما تفتح له طرق لإما تقلل العربيات. البائعين بيبقوا برضو وقفين عاملين إشغالات كبيرة جدا برضو على الطريق. وفي نفس الوقت برضو استوائين المقربزات في مكان برضو. مش مكان لهم بنسبة للموقف فبيركبوا في نفس المكان. أول سبب إن دلوقتي العربات كترت كل أسرة. بيبقى مثلا فيها أربع خمس أفراد. الأب والأم والإبن. فتلاقي كل أسرة فيها ثلاثة عربيات. في حين إنه ممكن يقتصدوا إنه تبقى عربية واحدة. زي ما كان قالي الوزير البترول إنه ممكن ندعم عربية واحدة لكل أسرة. فلو كل أسرة عملت كده إنه يستغلوا عربية واحدة المرور يقل شوية. المقربزات والتكاتك والكلام ده كله بيوقفوا عن نواصي وبيوقفوا الشارع. حتى يعني تتوى سوائين المقربزات بيلاؤوا الناس في الشرطة وقفة في الشارع ولا هميمها ولا بتتكلم. يعني الشرطة دي أساساً ما لهاش دور حالياً إن عدم دورها لسبب واحد إنه سواء المقربز فيه من الحرية والديمقراطية غلط. للأسف المرور بيبقى صعب أو الناس ما بتقدرش بعد في الطريق. يعني الراجل بتلاقيه ماشي بطيء جداً ما بيهتمش إذا كان الطريق ماشي ولا واقف. بس فهو المشكلة محتاجة لقوانين بجد تتنفس. يعني لما نروح للتقرير ونعرف الكلام اللي تقال ملخصه بيقول مواقف الميكروباس في حاجة للتعديل والتنظيم. السلوكيات السلبية. بنتكلم عن إن رجال الشرطة وحدهم مش كفاية. مأساة مرورية يومية في القاهرة القبرى. إهمال ورعونة بعض المواطنين فهموا الحرية غلط. أنت حر ما لم تدر. سيد الدكتور خارد عبدالعظيم تعاليك حضرتك كيفا؟ والله أنا الحقيقة معجب جداً بالتقرير لأنه كل واحد فيهم الحل وكل الحلول دي يعني حلول مباشرة وحلول ممتازة جداً جداً. بس الفكرة الرئيسية هي إيه الفرق ما بين المواطن لما بيقول الحلول هو في الشرع وما بين الخبراء؟ الحلول دي هي حل مشكلة تمرور حاجة اسمها حزمة متكملة من الحلول. يعني ما ينفعش أنك أنت مثلاً عندك تقاطع فيه اختناق وتيجي تحل التقاطع ده فقط لغير. لأنك لو حليته اللي هيحصل اللي هيحصل أن الاختناق هتحول من التقاطع ده للتقاطعين أو الثلاثة أو الأربعة اللي حاوليه. بنسميها حاجة اسمها ترافيك مايجريشن أو اللي هو هجرة المشكلة المرية. قبل التقاطعات يا دكتور هل نتكلم برضو عن مواقف الميكروباس. كثيراً برضو عايزة تنظيم عايزة ترتيب قصة مع مداخل ومخارج المدن أيضاً بالنسبة لدار مناسبات مش عارف معرض مش عارف حاجات كده. محالة تجارية بتتعامل مع مداخل ومخارج المحافظات أو مدخل أو مخرج في القاهرة الكبرى على سميل المثال. وبرضو خير ومثال لهذا المدخل الشمالي القادم من محافظات الوجه البحري. وإحنا داخلين وبنوعان الأمرين وإحنا متجهين إلى مناطق الكورنيش ومناطق القاهرة. تبص تلاقي فيه حاجات بتنشأ مايصح عشانها تنشأ في الأماكن دي. هو حضرتك أول حاجة لو اتكلمنا على المايكروباسات وتنظيم المواقف. المايكروباسات أساساً موجودة ليه موجودة عشان تملى فجوة حصلت في النال الجماعي في القاهرة. يعني النال الجماعي والأوتوبيسات والمترو مش قادرين أنهم يوفوا جميع متطلبات النال الجماعي بالمرونة الكافية. فبالتالي نزلة المايكروباسات أساساً توفيه. وهي حاجة محمودة أنك أنت يبقى عندك بديل. ولكن اللي مش محمودة أن البديل ده يبقى غير منظم. يعني الفكرة في أن إحنا المايكروباسات مش بس قضية تنظيم المواقف. قضية تنظيم الترخيص بتاعت المايكروباسات. قضية تنظيم الحالة الفنية بتاعت المايكروباسات. السياقين نفسهم وقدرتهم على أن هم يسوه بطريقة متظمة. البديل لو غير منظم يبقى عدم وجوده أفضل. والله عدم وجوده أفضل ممكن نقول ده بس ده مش حل سهل. لأن ده حل معناه أنه يبقى ليه تأثير اجتماعي سلبي. فإحنا بنقول إيه بدل ما نقول مباشرة بعد صورة البديل يعني دايما الواحد في الحلول بتاعته وخاصة في الحلول بتاعت مشاكل المرور وتخطيط النقل بالذات بنسميها مستدامة. يعني إيه مستدامة؟ يعني بتاخد ثلاثة أربع جوانب معها. الجانب الهندسي والجانب البيئي والجانب الاجتماعي فما ينفعش أن أنا أحل حلول هندسيا أو تخطيطيا صح. بس ممكن تأثير لي اجتماعيا بطريقة مش صح. فهو الفكرة أنه خلينا ننظم الوضع القائم خلينا ننظمه. خلينا نجد البديل التاني اللي ممكن أنه ينافس الوضع القائم. لو كان الوضع قائم بتنظيمه برضو ما بقاش كويس قوي لهو في حالة المايكروبسات. ونبتدي نتوجه إزاي إحنا ننشئ وسائل نقل جماعي أكتر من خلال خطوط متر الأنفاء الخط الرابع والخط الخامس والخط السادس. المعهد القاومي للنقل وحضرتك مديره. هل في إعداد لخطط قصيرة الأجل وخطط طويلة الأجل وإستراتيجية النقل والحركة الجماعية والنقل الجماعي في إقليم القاهرة الكبرى وفي كل أنحاء الجمهورية؟ في رؤية بالتنصيق مع المحليات؟ يعني هو طبعاً أشياء حاجة تبقى عارف إحنا وزارة النقل أساساً في الأصل غير معنية بالنقل داخل المدن. هي معنية بالأساس بالنقل من المدن. إلا إن وزارة النقل استشعاراً منها. مين المعني؟ المعني المحافظات والمحليات. محليات. يعني كل محافظة يعني وعلى فكرة النموذج ده النموذج الإداري. يعني كل محافظة تعمل اللي هي عايزة؟ ما أقول حاجة الحاجة. إن نموذج بس الإداري ده. أنا عايزة أقول لك. هي أحد ذلك إنه موجود في كل مدن العالم. ولكن المشكلة مش إن كل محافظة تعمل اللي هي عايزة. المشكلة إن هل المحافظة عندها الكوادر الكافية والإمكانيات الكافية إنها تعرف تعمل اللي إحنا بنتتكلم عنه إنها تعرف تخطط النقل في مدينة زي القاهرة أو تنظم المرور الإجابة لأ. الإجابة لأ. فنتيجة لإن الإجابة لأ. وزارة النقل وبرضو وزارة النقل ما هيش برضو عملاقة لكن هي relative terms يعني بالمقارنة بالمحليات أو بالمحافظات عندها إمكانيات أحسن من ناحية مخططين النقل من ناحية الكوادر من ناحية التنظيم. هم مفوطيني وزارة النقل هي المسيطرة على النقل في الجمهورية. مش في محافظة ولا. عشان كده الرد على سيدك إن فعلا إن نتعمل مخطط شامل لمدينة القاهرة الكبرى سنة 2002. مخطط في حقيقة الأمر يعني ممتاز جدا. والمخطط ده حدس كذا مرة لغاية نحدس سنة 2009 كمان. طبعا المخطط ده بيعتمد على العلم يعني بيعتمد على عملية نمازج النقل وبيانات ونمازج بتشوف الطلب مع العرض يعني. هل شبكة الطرق زي ما أحد المواطنين قال تكفي حجم الحركة ده. وإزاي نقدر إنه نوزح حجم الحركة بطريقة متصفة. النتائج اللي حضراتكم توصلتوا ليها إيه؟ أهم حاجة زي ما بقول لحضراتك هو عمل استراتيجية متكاملة زي ما حاجم بتقول ليها برانشز مختلفة. ليها يعني ليها محاور مختلفة. في محور استكمال الشبكة. يعني إيه الشبكات اللي أنت عايز تستكملها عشان أو إيه الطرق أو إيه المحاور اللي عايز تستكملها. المحور الثاني اللي هو إضافة وسائل نقل جماعي متطورة عشان تكتزم ملك السهارة الخاصة من استخدام السهارة الخاصة اللي أنه يستخدم النقل الجماعي. وبالتحديد شبكة متر الأنفاء الوصول إلى عدد على أقل 6 خطوط متر الأنفاء. بالمناسبة في هذا القطار أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة أن في حاجة اسمها رولف ثمب كده علمية. يعني رولف ثمب يعني حتى بدون أي دراسة جدوى. أي مدينة تصل لتنين مليون نسمة تحتاج لخط متر الأنفاء واحد. فلو افترضنا أن احنا النهاردة القاهرة وصلنا لسبعتاشر مليون نسمة. يبقى إسم حضرتك قول حتى 16. 16 على 2. يعني أنت عايز على أقل 8 خطوط متر الأنفاء. أنت حاليا عندك خطين متر الأنفاء. خط التالت احنا ماشيين في الوقت. خط التالت وبتعمل دراسات جدوى الخط الرابع ودراسات وكلام ده كله. الخط الرابع هيقب من اللي فين فن. الخط الرابع أنا بس أنا مش متذكر أوه عشان أنا بحب أكون دقيق لكن أنا عارفه أنه هو هيروح للمطار ده دي أحد النقاط بتاعته. من ميدان للهرب. حتى تجمع الخامس. تمام تمام. إلا أن وده يبقى خط متميز جدا لأنك أنت كنا كأنك تنزل في المطار وتلاقي قدامك متر الأنفاء وتركب توصل لغاية الناحية التانية من قاهرة الكبرى كلها فده شيء متميز. ده شيء موجود في كل مدن العالم. حركة المحاور. المحاور التالت طبعا المحور فيه محور مهم جدا جدا جدا. اللي هو المحور المؤسسي. يعني إيه محور المؤسسي؟ الفكرة دي لازم مواطن مصري يفهمها كويس قوي. لأن إحنا محتاجينها. أنت عندك حلول. بس مين ينفذ الحلول؟ مين الأب الشرعي لهذه الحلول؟ النقطة اللي حالك تتكلم عنها. هل الأب الشرعي هو محافظة القاهرة ومحافظة الأيوبية ومحافظة الجيزة في إطار القاهرة الكبرى لمشكلة المرور؟ ولا هل الأب الشرعي هو وزارة الداخلية والإدارة العامة المرور؟ ولا هل الأب الشرعي هو وزارة النقل؟ مين الأب الشرعي؟ ما عندناش لغاية دلوقتي يعني ما نقدرش نقول يعني نحن دلوقتي ما لنشأ لا 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 في المشكلة المرور إلى حد ما لأن المشكلة دي أو المنظومة المرية مشكلة زي ما قالوا المواطنين فيها سلوكيات يبقى فيها إعلام فيها ناحية هندسية يبقى فيها وزارة نقل فيها ناحية تخططية يبقى فيها وزارة نقل برضو ومحليات فيها تنظيم مرور يبقى فيها وزارة داخلية فيها قوانين وإصدار قوانين فيها التشريعات ووزارة العدل تمام مواجه الشعب ومواجه الشورى فكل الباكيج ده المفترض أن فيه كيان مقدم حاليا علشان ينشأ اسمه جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الأستاذ الدكتور خالد عبدالعظيم الخبيل الدولي لتغطية النقل وهندس المرور ومدير المحل القومي للنقل لقاء إن شاء الله متجدد مع حضرتك الموضوع كبير والملف كبير جدا والمشكلة كبيرة جدا المشكلة المرورية ساعدنا بحضرتك جدا على أمل أن نلتقي قريبا مع حضرتك عشان نكمل الحوار لأن موضوع الوقت برضو معنا برضو زنقنا شوية والمخرج الحسابة بتحسب مشاهدينا ساعدنا بحضرتكم ونواصل مع حضرتكم فقرات نهارك سعيد